أعزاء المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصصها لوحدة دراسية جديدة من برنامج مدى التاريخ مستوى الجدع المشارك بعنوان تصاعد ضغوط الأوروبيع للعالم الإسلامي وتحديدا في العصر الحديث خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد إذن نبدأ بتقديم الإشكالي فالعالم الإسلامي في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحديدا في الإمبراطورية العثمانية والمغرب استضم بتزايد ضغوط الأوروبية التي اتخذت أشكالا مختلفة وترتبت عنها كذلك عواقب وانعكاسات وخيمة وبعيدة المدى إذن على هذا الأساس يمكننا أن نطرح لإشكال آتي أولا ما هي أشكال ضغوط الأوروبية العالم الإسلامي وكيف نفسرها ثم أخيرا ما هي نعكاساتها وعواقبها إذن ضمن المحور الأول سنحاول التعرف على مظاهر الضغوط الأوروبية العالم الإسلامي بدءا بالإمبراطورية العثمانية هذه الضغوط اتخذت أشكالا عسكرية ديبلوماسية وتجارية إذن علم السول العسكري فانطلقت القوى الأوروبية من معطى أساسي وهو ضرورة إضعاف الدولة العثمانية والنيلي من كيان الدولة العثمانية وقص أطرافها من خلال فرد سلسلة من الحروب الطاحنة عليها خصم طرف روسيا والنمسا إضافة إلى بريطانيا وفرنسا وبالتالي فالأساطير الأوروبية قامت بقصف الموانئ العثمانية المتوسطية مرارا وتكرارا على المستوى الديبلوماسي والتجاري فالقوى الأوروبية قامت بفرض حزمة من المعاهدات التجارية للدولة العثمانية ومجموعة من الشروط المجحفة أدت في نهاية المطاف إلى اقتطاع جزاء منها وأيضا انتزاع انتيازات تجارية وتفضيلات اقتصادية بمجب معاهدة كارلوفيتش وكذلك معاهدة كوتشيك قينارجا والتي أرغمت الدولة العثمانية على فتح موانئها وايضا استغلال السفن الأوروبية لمضيقين البوسفور والدردانيل طبعا نظرا لأهميته من الاستراتيجية كممر بحري أساسي بين البحر الأسود والبحر المتوسط نمر بعد ذلك إلى الفقرة الثانية المتعلقة بمظاهر الضغوط الأوروبية على المغرب إذن الوضع في المغرب لم يختلف كثيرا عن الدولة العثمانية فالقوى الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا قامت بقصف مدن ساحلية مغربية كالرباط وسلو العرائش سنة 1765 وهذه الغارات الساحلية أو الغارات الحربية كانت متكررة على السواحل المغربية بالنسبة للضغوط الدبلوماسية والتجارية فالقوى الأوروبية استغلت السياسة التي انتهجها السلطان سيد محمد بن عبد الله الذي حكم بين 1757 و 1790 وهي سياسة الباب المفتوح من أجل أولا اختراق الأسواق المغربية وإغراقها بالبضائع الأوروبية ثم أيضا فرض معاهدات لانتزاع بعض المتيازات التجارية والقضائية وندكر هنا المعاهدة المغربية الدنماركية وكذلك المعاهدة المغربية الفرنسية التي أبرمتها سنة 1767 ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني لتفسير هذه الضغوط إذن أولا يمكن أن نفسر تزايد وتصاعد الضغوط الأوروبي على العالم الإسلامي تحديدا على الإمبراطورية العثمانية والمغرب بأولا تدهور الأوضاع العامة في كلا المجالين ففي الإمبراطورية العثمانية بدأت تتفسخ المؤسسة العسكرية العثمانية بتدخل انكشارية في الحكم خلال عزل السلاطين وتعيينهم أيضا نشير إلى تخلف البنية الإنتاجية بسبب محدودية نظام الإقطاع العسكري خاصة نظام تمار والزعامات لأن الأرض كانت هي المصدر الأساس لمعيشة السكن في الدولة العثمانية وأيضا مصدر أساس لخزينة الدولة ثم بروز حركات انفصالية في الجزء الأوروبي مدعومة من طرف الدول الأوروبية وأيضا استقلال ولايات العثمانية في الجزء الإفريقي التي احتفظت فقط بتبعية إسمية للباب العالي بالنسبة للمغرب فقد عاش أزمة عامة سياسيا واقتصاديا وأيضا اجتماعيا فالمغرب انقسم إلى إمارات وزعامات متنافسة بينها بعد تلاشي السلطة السعودية ثم دخول البلاد في منحلة من الفتنة والأزمات خاصة بعد وفاة سلطان مولاي إسماعيل وفيما يمصطلع عليه بأزمة 30 سنة التي بدأت سنة 1727 ولم تنتهي إلا سنة 1757 ثم أيضا أزمة ثانية سنة 1790 وصراع أبناء سيد محمد بن عبد الله حول الحكم وكذلك أزمة ثالثة سنة 1792 بعد وفاة سلطان المولى ليزيد وتنافس الأمراء العلويين على الحكم تحديدا بين مولاي هشام ومولاي سليمان وقد رافق ذلك توالي سنوات الجفاف أيضا القحط وتردد المجاعات وتفشي الأوبئة وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي ولكن كذلك نهيار البنية الديمغرافية للمغرب بالنسبة للعوامل أو الأسباب الداخلية فنرجعها للتحولات العامة بأوروبا التي يمكن أن نلخصها أولا في التفوق العسكري والحربي الأوروبي أولا على مستوى حجم الجيوش البرية وكذلك قوة الأساطي البحرية ثم أيضا نوعية الأسلحة والذخيرة فبالنسبة مثلا المدافع العثمانية كانت مدافع قديمة وثقيلة جدا ومدى هذه المدافع كان محدودا عكس المدافع الأوروبية التي استفادت من التطور التقني والصناعي حيث أصبحت أكثر خفة وكذلك أقل وزنا ولكنها على مستوى الكفاءة الحربية فأصبحت أقوى ثم أيضا نشير إلى نقطة أساسية فمقابل انهيار البنية الديمغرافية في العالم الإسلامي ففي أوروبا تراجعت بشكل ملحوظ الحروب والصراعات المسلحة بين الدول الأوروبية من خلال توقيع معاهدة أوتريخت وهي معاهدة سلام بين هذه الدول سنة 1713 تحديدا بين فرنسا وإنجلاتيرا وهولندا وصفوة والبرتغال وبروسيا إحدى الإمارات الألمانية وبالتالي توجهت القوى أو تفرغت القوى الأوروبية لتنظيم هجمات على العالم الإسلامي إذن قلنا يعني العامل السياسي أيضا مؤثر والعامل أيضا العسكري أو التفاوق الحربي ثم هناك كما قلنا يعني حدوث ثورة ديمغرافية في أوروبا مقابل انهيار البنية الديمغرافية في العالم الإسلامي فالثورة الديمغرافية هي جاءت نتيجة للقضاء على الأمراض والأوبية الفتاكة وأيضا المجاعات بفضل نجاعة الحجر الصحي وكذلك تطور أساليب تطبيب والعلاج أيضا إدخال بعض المزروعات إلى أوروبا كالذرة وأيضا توسيع المساحات المزروعة وبتالي ازدهار النشاط الفلاحي كما تظهر هذه اللوحة التاريخية خصا مع استخدام الآلات في العمل الإنتاجي ثم نشير أيضا إلى توسع الرأسمالية الأوروبية بسبب تراكم الأرباح من احتكار محاور التجارة البحرية خصا بعد الاكتشافات الجغرافية في إطار ما عرف أن ذلك التجارة المثلثية ثم أيضا استغلال المناجم والحقول الزراعية في المستعمرات وتوجيه الرسامي لخدمة الإنتاج الصناعي الواسع إذن فهذه كلها تحولات اقتصادية وديمغرافية وسياسية وأيضا عسكرية حققت ذلك التفوق النوعي والكمي للأوروبيين على حساب العالم الإسلامي نمر أخيرا للإجابة عن السؤال الثالث إذن كيف انعكست هذه الضغوط على العالم الإسلامي بالنسبة لإمبراطوريا العثمانية فالأكيد أن رقعتها الترابية والمجالية تناقصت أيضا تراجعت سلطتها وانكملت في أجزاء واسعة من ممتلكتها سواء في الجزء الأوروبي أو الإفريقي كذلك استشراء البراءات وهي العفاء الأوروبيين والمحميين العثمانيين من الرسوم والضرائب وهو ما أضر كثيرا بخزينة الدولة العثمانية التي كانت تعتمد بشكل أساس على الضرائب والرسوم وبالتالي القناة الأوروبيين استعملوا هذه البراءات كوسيلة لإضعاف الدولة العثمانية وإنهاكها ضريبيا وجبائيا كذلك انهيار قيمة العملة العثمانية وعجز الخزينة وهي الأقجاب وفرض ضرائب مجحفة في حق الرعية وطبعا حينما يتم فرض ضرائب مجحفة في حق الرعية فيؤدي ذلك إلى إشعال الانتفاضات الداخلية إضافة إلى تمرد الانكشارية بالنسبة لانعكاسات هذا الضغوط على المغرب فطبعا أضرت هذه التدخلات وهذه الهجمات بمصالح المغرب من ناحية الاقتصادية والإستراتيجية نتيجة كما قلنا للتفوق التقني البحري والعسكري الأوروبي فبالتالي تم فرض حصار بحري اقتصادي على الموانئ المغربية ومحاربة الجهاد البحري وبالتالي تقلص موارد خزينة الدولة وتظاهر التجارة الخارجية وأيضا إغراق الأسواق المغربية بالسلاع الأوروبية وتراجع عائدات الجهاد البحري وبالتالي أيضا منع المغاربة بقوة الحديد والنار من التجارة البحرية العالمية وبالتالي انزواء المغاربة وانسحابهم من السواحل وإهمالهم للموانئ وعدم الاهتمام بجهيزها وبالتالي كان هناك نوع من الانزواء ونوع من الغلاق ولكن المفروض بقوة السلاح وبقوة الحصار البحري الأوروبي إذن كخاتمة يمكن أن نقول على أن تصاعد ضغوط الاستعمارية الأوروبية على العالم الإسلامي أدى إلى تبني محاولات إصلاحية بهذا في التصدي لهذه الضغوط والتخلص منها وتجاوزها لذلك يمكن أن نطرح هذا السؤال كامتداد إذن ما هي طبيعة هذه المحاولات الإصلاحية وما هي مجالتها إذن ختما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الأن نفسه ونوفق في تبليغ مضامين وعناصرها الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسيلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها لي في التعليقات حتى تطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته